أرضى فيه صور لازم نقف عندها كتير من أفغانستان صور اللي دولة صور العشيرة التي تحكم أو تحاول أن تحكم دولة هذا الفرار وهذه الفوضى العارمة من الناس حتى لا يختارت الحبل بالنابل ناس خايفين من هذه الحركة المتشددة وإحنا في مصر كان عندنا تجربة في ذلك لكن لقطة سيعيها الناس وتستمر في أزهننا لسنوات وعقود وهي محاولة الهرب حتى الانتحار حتى الانتحار القوات الأمريكية جايبين طيارات تاخد ناس عشان إجلاء الرعاية والناس القريبين وغيره زي ما حدوك شايفين دي صور الأفغان أو بص شايفين دي صورة طيارة دي صورة ناس طالعين على طيارة علشان يهربوا من جحيم طالبان وما ينتظرهم من قطع الرؤوس أو إعدام أو حرق إلى آخره واللي بدأت بالفعل دي صور الناس بتجري الطيارة وكأنه احنا في إيتوبيس في مكان من الدول دول الجمهورية الموت زي ما يقول ده في مطار كابل والناس دي كلها بتبحث عن مكان ما قعد في الطائرة اتعلقوا زي ما شايفين أهو دول الناس لو سمحت يا وليد بس صورة الناس وما متعلقين في المحركات الطائرة بهذا الشكل أهو أيوة أوقف هنا ليد لو سمحت لو ينفع أيوة أيوة الصورة دي شايفين الناس يعني صورة معبرة ده بيحاول أهو دي بيحاول يهرب بعمره زي ما بيقوله بهذا الشكل والناس اتعلقوا في محركات الطائرة ومتخيلين ان هما كده خلاص اطلعوا في الجو يهربوا وتساقط هؤلاء من الطائرة في مشهد درامي حزين أهو يعني قدام حضراتكم أهي شايفين الناس الطائرة طارت بدأوا هاو شايفين أهو الناس بتسقط بتتساقط كالطيور أهو من اللي كانوا معلقين في محركات الطائرة بشكل غير متصور ولم يكن أحد يتصور هذا ويسقطوا على الأرض بهذا الشكل اهو صورة معبرة ومحزنة ومؤثرة هو ايه اللي خلاه يترامع على المر إلا إذا كان فيه أمر منه يعني هو بيفره من نار إلى نار بيعني يا إما نار طالبان ونار الإرهابيين قاطع الرؤوس وحريق الأجساد يا إما يقع من الطائرة ويمشي بهذا المشهد الذي أزعج العالم والعالم أصلا كده كده ما عندوش ضمير والمؤسسات الدولية ما بتفهمش في الضمير كان لينا أقول بصراحة الصورة اللي قدامنا دي يا جماعة لشعب كان ليه في يوم من الأيام كلمته في بلده لكن هذا الشعب أنهك وانا بقول ان دايما أفغانستان في بعض البلدان كده ضحية لجغرافيتها أفغانستان إحدى الدول التي بتعاني من آثار جغرافيتها موجودة في منطقة بهذه المنطقة في مفترق تنافس دولي منطقة أسيا الوسطى في ملتقة جارة الصين وجارة الإيران وإلى آخره يعني لكن هذا المشهد لابد أن يحفر في ذكرية الجميع ونأخذ منه الدرس والعبر هذا المشهد في حالة ألا دولة في حالة تفكك الدولة في حالة ضياع الدولة في حالة أنه مصير الدول لا تكون في أيدي أبنائها مصير أفغانستان كانت في أيدي الأمريكان ومعهم حكومة عميلة الأمريكا مؤيدة الأمريكا صنعة أمريكا أي أن كان الوضع مش حكومة وطنية يعني يعني أنا مش عايز أقول أنه حكومة طالبان أو وصول طالبان الإرهابيين للحكم ده يعني بيمثل انتكاسة للحكومة الوطنية ما كانش فيه حكومة وطنية لحكومة أشرف عبدالغني ولا لقبليه حامد قرزاي كلهم كانوا تركيب تيكوي مصنوعين من واشنطن تركيب تيكوي حكام تيكوي موجودين حامد قرزاي ده نموذج زيه زي أشرف غني ده نموذج زيه زي عبدالله عبدالله نموذج زيهم زي الراجل بول بريمر بعد ما جابوه أحمد الجلبي في العراق كل دي نمازج يا جماعة لحكام مصنوعين برة حكام مصنوعين في الخارج تجميع في الداخل آه لكن هو متصنع فين متصنع برة الحكام اللي متصنعين برة حكام جايين على ظهر دبابة أنا أعتقد أنه الشعب الأفغاني هو الضحية الشعب الأفغاني كله هو الضحية الصورة اللي قدامنا الآن صورة محزنة ومعبرة وفيها الكثير والكثير من الدروس المستفادة لنا وللجميع والأجيال القادمة